سعيد من جديد مشاهدين أمطار رادية غزيرة ومعتبرة محليا بحول الله مرتقب مساء اليوم على أغلب المناطق الوسطى للبلاد دح تكون الأمطار حاضرة بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم إن شاء الله بالإضافة لكل ذلك يرتقى بخلال الساعات القليلة المقبلة خاصة اليوم غد ثلاثة أجواء ثقيلة ماطرة على أغلب الأحيان وعلى فترات بمختلف المناطق الشمالية وحتى على أقصى الجنوب بالإضافة لكل ذلك مشاهدين إن شاء الله نتوقع الأجواء يعني قدام حرى درجة حرارة غير فصلية غير عادية ستسجل عبر مختلف ولايات الوطن من الصبيحة إلى غاية الفترة الليلية حيكون هناك ارتفاع محسوس في درجات الحرارة الدنيا والقصوى والعودة إلى الأمطار المرتقبة بحول الله مشاهدين خلال الساعات القليلة المقبلة وفي هذا الإطار قامت مصالح الأرصاد الجوية صباحة اليوم بإصدار تنبيه من الدرجة الأولى أكدت من خلاله على تساقط أمطار رادية معتبرة محلية إن شاء الله بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم تستمر الأمطار في التساقط إلى غاية منتصف الليل وهذا عبر كل من ولاية شلف تيبازا الجزائر العاصمة بومردس تيزيوزو بجاية عين الدفلة تيسمسيلت البوليدة المدية وكذلك ولاية البويرة وإن شاء الله يعرف تكون أمطار خير الآن نشوف التوقعات القصيرة المدى بداية من يوم غد ثلاثة إلى غاية يوم الخميس فيما يخص ساقط الأمطار الرادية تكون حاضرة يعني بداية من صباحة يوم غد ثلاثة على المناطق الغربية والوسطى على سبيل المثال تكون حاضرة الأمطار فجرة يوم غد على كل من ولاية غليزان سيد ديب العباس عيدة تيارت شلف لتنتقل بحول الله في حد الساعة السبعة صباحا إلى كل من البوليدة كذلك المدية الجزائر العاصمة تيبازا بومردس ثم تنتقل إلى تيزيوزو تبقى أمطار غزيرة ومعتبرة محليا على فترة تحن سجلها خاصة للمدن الداخلية الوسطى بعض الزخات المطارية تكون حاضرة على المناطق الشرقية مساء يوم غد بالنسبة ليوم الأربعاء وحتى يوم الخامسة نحظو الأجوار تكون من صافية إلى غائمة جزئين لبعض الصحب تكون أكثر كثافة محليا إن شاء الله واحتمال هذه الصحب دائما بعد الظاهرة في حدوث الساعة الثالثة بعد الزوال سنتمد بعض الزخات أو بعض القطرات من الأمطار على فترات إن شاء الله وإن شاء الله يارب تكون أمطار خير نتابع مع بعض الأن الكوت الهوائية ودرجات الحرارة إن شاء الله مشاهدين المرتقبة بداية من يوم غد ثلاثة إلى غاية يوم الخميس نلاحظوا بالنسبة لفترة تصبيحة وحتى الفترة الليلية درجات حرارة مرتفعة رح تكون نوعا ما أجواء شبه صيفية تقصخانة خلال فترة تصبيحة وحتى الفترة الليلية مع وجود عامل نسب الرطوبة العالية خاصة على المناطق الساحلية بالنسبة لدرجات الحرارة رح تكون إن شاء الله ما بين حوالي عشرين إلى غاية خمسة وعشرين درجات رح تميز شمال وحتى جنوب البلاد خلال الصبيحة وحتى الفترة الليلية بالنسبة للظاهرة نلاحظوا أن تستمر الكتلة الهوائية الحارة في السيطرة على أغلب ولايات الوطن وعلى أحد تبقى دايما درجات حرارة غير فصلية غير عادية نسجلها بشمال وجنوب البلاد بالنسبة للمناطق الشمالية خلال الظاهرة رح تكون بين ثلاثين إلى خمسة وثلاثين درجة تحت الظل ستسجل خاصة على المدن الداخلية الغربية والوسطى فيما يخص السواحل من حوالي سبعة وعشرين إلى غاية خمسة وثلاثين درجة جنوب البلاد إن شاء الله لأجواء الحرى ودرجة الحرى القياسية كونها تتعدى عتبة الخمسة واربعين درجة مئوية تحت الظل ستبقى دايما تمركز خاصة على وسط الصحراء الجنوب الغربي وكذلك على أقصاء الجنوب وصولا إلى غاية منطقة الواحيات وتكون نوعا ما فصلية نسبيا على شمال الصحراء والجنوب الغربي الآن نشوف مع بعض مشاهدين حالة البحر المرتقبة بداية من يوم غدا ثلاثة إلى غاية يوم الخميس بالنسبة ليوم غدا ثلاثة سيكون بحر هائج على طول الشريط الساحلي مع رياح رح تكون قوية سرعتها تتعدى 60 كم في الساعة علو الأموات يصل أو يتعدى لأربعة أمتار بالنسبة لاتجاه الموجة القديمة الغربية إلى شمالية غربية كذلك على طول الشريط الساحلي أما عن يومي الأربعة والخميس رح يكون بحر قليل اضطراب إلى مضطرب محليا وذلك خاصة على السواحل الغربية والوسطى من هذا إلى قليل اضطراب على السواحل الشرقية مشاهدين بهذه التوقعات تصل لطيورقة حوال الطقس العودة إلى مالك لاستكمال بقية الأخبار ستكون بعد الفاصل